السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنان العزاء طالبات وطالبات الصف الاول قسم تركيبات معادات كهربية والشعبة الكهربية. نهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض في مادة الخمات في برنامجنا المفضل في بيتنا مدرسة. نهاردة ان شاء الله بداية واولى حلقات الترمي تاني في مادة الخمات الكهربية للصف الاول. شفنا مع بعض في الفصل الدراسي الاول. اتكلمنا عن تلات ابواب الخاصين بالخمات الكهربية والمواد الموصلة والشبه الموصلة والمواد العزلة. وقدرنا نفهم في الفصل الدراسي الاول انواع المواد وحالات المادة. وقلنا ان حالات المادة كانت بتنقسم الى تلات حالات الحالة الصلبة او الصورة الصلبة والصورة السائلة والحالة الغازية تمام وقلنا كمان انه انواع المواد كانت بتنقسم من حيث درجة التوصيل للطيار الكهرابي كان عندي تلات انواع للمادة من حيث التوصيل ان الكلام ده كله هينفعني بعد كده في الفصل الدراسي التاني قلنا ان التلات مواد كان مادة موصلة للطيار او جيدة التوصيل ومادة غير موصلة او مادة عزلة وكان في المادة التالتة كان الشبه موصلة وكمان المواد المغناطيسية ترجمة الاول كله اتكلمنا عن المواد الموصلة والعزلة والشبه الموصلة في بداية الفصل الدراسي التاني والترجمة التاني واول باب في الفصل الدراسي التاني اللي هو الباب الرابع هنبدأ من الباب الرابع وده بيتكلم عن المواد المغناطيسية وده كان احد انواع المادة او احد انواع المادة من حيث التوصيل تمام ففي الفصل الدراسي الاول احنا اتكلمنا عن المادة الموصلة وقلنا ان هي غالبية المواد المعدنية او غالب المواد المعدنية فيها وكانت جيدة التوصيل ليه لان كانت المقاومة الكهربية لها كانت قيمة المقاومة قليلة فقيمة المقاومة قليلة يبقى هتسمح بمرور الطيار طب المواد العزلة كانت قيمة المقاومة الكهربية او قيمة مقاومتها الداخلية كانت عالية قوي فبتعوق مرور الطيار وما بتسمحش بمرور الطيار وده كان الفرق بين المادة المواصلة والمادة العزلة طب امثلة ضربنا امثلة لها في المواد المواصلة قلنا ان هي غالبية المواد المعدنية وقلنا زي النحاس والالمونيوم والفضة والنيكل وقلنا كان افضل انواع المواد المواصلة كان الفضة والفضة ده كان افضل من النحاس في درجة التوصيل ولما نيجي نقارن من درجة التوصيل والمقاومة النوعية لكل مادة او كل معدن من دول هنلاقي انه الالمونيوم اضعف في التوصيل عن النحاس النحاس اجود من الالمونيوم يعني في درجة التوصيل وكان الفضة بيفوق على بيتفوق على النحاس في درجة التوصيل ولكن كنا بنقول انه من عيوب الفضة انه كان بيتأثر باقل درجة حرارة المواد العزلة كان عندي الورق والسيراميك والخزف والزجاج وخلافه يعني والبلاستيك ده كده من المواد العزلة المواد الشبه الموصلة قلنا كان عندي مادتين المادتين دول كانوا السيليكون او الجيرمانيوم دول مواد شبه الموصلة وكان علشان نزود درجة توصيلهم كنا بنقول ان احنا بنعمل لهم عملية اسمها عملية تطعيم اسمها عملية تطعيم ليه؟ بانطعمه بإضافة بعض الشوائب المعدنية اللي بتزيد من درجة التوصيل ده كان الكلام عن الحالة أو أنواع المادة من حيث التوصيل أو درجة توصيلها للطير الكهرابي كان فيه نوع كمان من المواد أو المعادن المادة المغناطيسية والمادة المغناطيسية شباب دي كانت يعني اكتشفت في القديم قوي اللي هو اكتشفت من الصخور والمصر القديم أو الإنسان القديم اكتشف أن فيه بعض الصخور بينتج منها بعض المعادن أو بعض القطع اللي بتنجذب إلى بعضها فبدأ يكتشف موضوع أنه فيه مادة تنفع تبقى مغناطيس أو مادة تنفع أن هي تجذب جزء إلى جزء آخر يبقى الباب الرابع اللي هو بداية الفصل الدراسي التاني النهاردة بيتكلم عن المواد المغناطيسية تعال نشوف مع بعض كده هنقرأ الهدف من دراسة الوحدة دي ايه هنتعلم ايه في الوحدة دي مع بعض نشوف مع بعض كده هنتعلم النهاردة الهدف من دراسة الوحدة أول هدف عندي بيقول لي الخواص المغناطيسية للمواد والخواص المغناطيسية للمواد هنا يقصد بها المواد اللينة والمواد الصلبة يعني يا مستر في مواد مغناطيسية ممكن تبقى مادة لينة او معدن لين وفي معدن صلب ايوة لان ده اللي تعلمناه في الفصل الدراسي الاول طيب ايه تاني هنتعلمه مع بعض كمان هنشوف استخدامات كل مادة من المواد المغناطيسية احنا اتفقنا ان عندي المواد اللينة ومواد مغناطيسية لينة ومواد مغناطيسية صلبة هندرس مع بعض كمان استخدامات كل مادة من المواد المغناطيسية اللينة والصلبة وده تاني هدف من دراسة الوحدة الرابعة او الباب الرابعة طيب نشوف مع بعض كمان هدف هنتعلم مع بعض الفريتات والفريتات دي معدن مادة برضو ولكن برضو فيها المادة اللينة والمادة الصلبة واخد بالك في فرق بين لما اتعلمنا في الباب الاول قلنا فيه فرق بين الصلابة والصلابة الصلابة بالبه والصلابة بالدال فيه فرق كبير بين الاتنين تمام؟ يبقى هنشوف مع بعض الفريتات اللينة والفريتات الصلدة كمان هنشوف خواص الفريتات او خواص الفريتات اللينة وخواص الفريتات الصلدة واستخدامات الفريتات اللينة والصلدة طيب اول حاجة نشوفها مع بعض معامل النفاذية ومعامل النفاذية هنا بيتكلم عنه من حيث النفاذية المغناطيسية هل في معادن بتبقى لها قابلية التماغنط اه في معادن بتقبل ان هي تتحول لمرناطيس طب في معادن ما بتقبلش ايوة في معادن ما بتقبلش زي مين زي الحديد الظهر غير قابل للتماغنط زي الالمونيوم غير قابل للتماغنط تمام كده يبقى المعدنين دول غير قابلين للتماغنط هل في معادن تقبل تتمرنط أكيد في معادن بتقبل تتمرنط وده اللي احنا بنشوفه فيه المغناطيسيات اللي احنا بنشوفها طب في معادن هي مش مغناطيس نركز قوي في الكلمة دي في معادن هي مش مغناطيسية ولكن بتقبل تتعرض للمجال المغناطيسي فبتتشبع بالمجال وبتبقى كأنها قطب مغناطيسي أيوة بتبقى فيه مواد أو فيه معادن اللي هو أبسط مثالي الصلب السيليكوني أو صلب العدة السيليكوني صلب العدة السيليكوني ده من خلال شرحنا النهاردة هتلاقينا بنتكلم عن أنه هنلاقيه فيه المولدات والمحركات والمحولات الكهربية كل الألات الكهربية المولدات والمحولات والمحركات الكهربية القلب الحديدي أي حاجة شيء لملفات في الثلاث أنواع من الآلات أو المعدات الكهربية دي أي حاجة شيء لملف فهي من الصلب العدة السيليكوني أو من الصلب السيليكوني طبش معنا الصلب السيليكوني يا مستر؟ قال لي لأن الصلب السيليكوني أفضل المعادن أو المواد المعدنية اللي بتقبل تتشبع بالمجال المغناطيسي تمام كده؟ تاني نقول ليه لأن الصلب السيليكوني وده اللي هنشوفه خلال شرحينا النهاردة الصلب السيليكوني من أفضل أنواع المعادن اللي هي مش مغنطيس ولكن هي بتقبل أن هي تتمغنط أو بتتشبع بسرعة بالمجال المغنطيسي وده بيعتمد عليه نظرية عمل المولد الكهرابي سواء مولد طيار متردد أو مستمر والمحرك الكهرابي سواء برضو محرك طيار متردد أو محرك طيار مستمر والمحول الكهرابي أو محولات القدرة الكهرابية كل دي أنواع أو آلات ومعدات بتحتوي على المعدن ده طيب في حاجات تانية أجهزة القياس أجهزة القياس الكهرابية كلها نظرية عملها بتتبني على إيه؟ على الحس والاستنتاج يعني فيها قلب حديدي على ملفه طالما قلب حديدي يبقى قولنا إيه مصنوع من مادة معدن اللي هو الصلب السيليكوني أو صلب العدة السيليكوني وقلنا تاني أن ده أفضل المواد أو المعادن اللي ليها معامل نفذية مغناطيسية عالي تمام؟ تعالنا نشوف تعريف معامل النفذية مع بعض نبص مع بعض كده معامل النفذية بيقول لي إيه؟ بيقول لي أنه هو علاقة بين كسافة الفيد المغناطيسي اللي هو رمزه بي وشدة المجال اللي هو إتش تمام كده؟ يبقى تاني لو قلنا عرف معامل النفذية هنقول إيه؟ معامل النفذية هو العلاقة بين كسافة الفيد المغناطيسي وشدة المجال طب والله لو جلسه قال تاني وقال لي اذكر أو عرف معامل النفذية واكتب الصيغة الرياضية تدل عليه يبقى هو قلنا معامل النفذية هو العلاقة بين كسافة الفيد المغناطيسي وشدة المجال وقادي العلاقة الدل عليه ميوهو تساوي ميوهو نوت زائد ميوهو إن طب إيه دول يا ميسطر الميوهو ده اللي هو معامل النفاذية طيب نشوف كده مع بعض الميوهو نوت ده معامل النفاذية للفراغ اللي هو الأولاني ده الميوهوهو هو معامل النفاذية للفراغ طب ليه قيمة معينة ليه قيمة محددة أيوة والقيمة دي سابتة اللي هي معامل النفاذية للفراغ 4 باي في 10 أس سالب 7 دي قيمة مين يا شباب قيمة الميو نوت اللي هو معامل النفاذية للفراغ تمام طيب ايه تاني الميو ان ده عبارة عن ايه قال لي ان ده معامل النفاذية النسبية لأي وسط طب يعني ايه الفرق بين الاتنين يا مستر قال لي معامل النفاذية للفراغ فالفراغ هنا عبارة عن انه هو ممكن يبقى مسافة فضية من الهوى بين جزئين موصلين مثلا او بين جزئين مغناطسيين تمام يبقى هنا معامل النفاذية ده ممكن يكون للهوى اللي هو الفراغ تمام كده الميو نوت الميو ان ده اللي هو معامل النفاذية النسبية لأي وسط اي وسط بقى ممكن يكون من الورق ممكن يكون من الميكا نايت ممكن يكون من اي مادة بتستخدم كوسط والوسط هنا ممكن يكون مسط عازل ممكن يكون وسط فاصل بين معدنين أو مادتين تمام كده طيب أنواع المواد المغناطيسية من حيث خوصها أو أنواع المواد من حيث خوصها المغناطيسية يبقى هنا لما نيجي نتكلم عن المواد حنلاقي أنه المواد من حيث خوصها المغناطيسية بتختلف طب زي ايه قال لي انا عندي فيه مواد اسمها او الخواص والمواد البرامرناطيسي ومواد تانية اسمها الفرومرناطيسي وفي مادة تانية اسمها الضايا مرناطيسي يبقى لو جالي السؤال ويقول لي اذكر انواع المواد من حيث المرناطيسية للمادة يعني هقول له ايه ان فيه مواد برامرناطيسية مواد ضايا مرناطيسية ومواد فرومرناطيسية ودي بيعتمد عليها خواص كتير ومنحنيات تخلف مرناطيسي تمام كده نبص مع بعض تاني على الشاشة ونشوف انواع المواد من حيث خواصها المرناطيسية عندي ايه بقى قال لي رقم واحد المواد الفرومرناطيسية واحنا قلنا انه هما تلات انواع لو قال لي اذكر هقول له واحد اتنين تلاتة طبعا زي ما احنا تعلمنا في دراستنا في الفصل الدراسي الاول رقم اتنين رقم اتنين المواد البارامرناطيسية رقم تلاتة المواد الضايا مرناطيسية طب يا مستر ايه الفرق بين التلات مواد قال لي المواد دي البارامرناطيسية والفرومرناطيسية والضايا مرناطيسية قال لي ان فيه فرق جوهاري اوي بين التلات مواد دول في التفاصيل قلية المغناطة والقبول المغناطسية في التلات مواد في مواد أو في مادة منهم بتنجذب بقوة للمغناطيس في مادة منهم بتنجذب بقوة للمغناطيس وإذا تحطت في نطاق مجال مغناطيسي وفي شدة مجال مغناطيسي ممكن تتحول للمغناطيس في مواد تانية اللي هتنجذب او بتتنافر في مواد تانية او في مادة منهم تانية هنلاقي ايه انه بتنجذب بشكل ضعيف تمام تعالى نتكلم عن كل واحدة علشان لو قال لي اشرح انواع المواد المغناطيسية او انواع المواد من حيث الخواص المغناطيسية تمام يبقى انا عندي هنا نتكلم عن اول حاجة او اول مادة المواد الفرومغناطيسية والمواد الفرومغناطيسية هنا بيقول لي ايه هي المواد التي يجذبها المغناطيس بقوة كبيرة مش احنا قلنا بقى ان هي بيختلفوا في النقطة دي قلنا التلات مواد بيختلفوا في حتة ايه اني مادة فيهم بتنجذب بقوة ومين المادة اللي بتتنافر او بتنجذب بشكل ضعيف تمام هي المواد التي يجذبها المغناطيس بقوة كبيرة وتتمغنط بشدة اذا وضعت في اتجاه شدة المجال تمام كده يبقى انا عندي المواد المغناطيسية هي مواد بيجذبها المغناطيس بقوة كبيرة وبتتمغنط بشدة اذا وضعت في اتجاه شدة المجال ويكون معامل النفاذية لها اكبر بكثير من الواحد صحيح يعني ايه مش احنا قلنا معامل النفاذية ده هو اللي بيتحدد عليه انه مدى انجذاب ومدى المغناطة وليه المادة اللي موجودة او نوع المادة اللي بنتكلم عنه يبقى احنا قلنا ان معامل النفاذية في المواد الفروم مغناطيسية بيكون عالي جدا يعني اكبر بكثير من الواحد الصحيح زي مين ايه هي المعادن او المواد اللي بيتقال عليها معادن ومواد فروم مغناطيسية زي مين عندنا شباب الحديد والنيكل والصلب والكوبالت والمعادن دي بقى بتسمى مواد عالية التمغنط يبقى دي كلها مواد قابلة للتمغنط بيجذبها المغناطيس بقوة كبيرة بتتمغنط بشدة اذا وضعت في اتجاه شدة المجال ومعامل النفاذية لها اكبر بكثير من واحد صحيح يعني هنا ممكن يجيلي سؤال صح وغلط ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خاطر امام العبارة الخاطئة يقول لي ايه المواد الفروم مغناطيسية يكون معامل النفاذية لها اقل من الواحد صحيح صح ولا غلط لأ دي كده المواد الفروم مغناطيسية المعامل النفاذية المغناطيسية لها بيبقى اكتر بكثير من الواحد صحيح ممكن يجيبها لي نقطة تانية المواد الفيروم مغناطيسية تنجذب للمغناطيس بشدة صح ولا غلط تقدر تعرف انك فهمت الجملة ازاي لما تشكل سؤال واثنين تلاتة على القطعة اللي انت فهمتها وذكرتها تقدر تشكل سؤال يبقى انت قدرت تفهم واسبتت ان انت فاهم الجزء اللي انت بتتكلم عنه يبقى المواد الفيروم مغناطيسية يا شباب تاني نقولها هي ايه المواد الفيروم مغناطيسية هي مواد يجذبها المغناطيس بقوة وتتمغنط اذا وضعت في شدة مجال مغناطيسي يعني بتبقى قبل ان هي تتحول للمغناطيس زي مين قلنا الحديد والكوبالت والنيكل والسل والمواد دي بيتقال عليها او المعادن دي بيتقال عليها ايه عالية التمغنط تمام كده عالية التمغنط طيب نشوف النوع التاني المواد البرامغناطيسية والمواد البرامغناطيسية هنا برضو هنشوف هي بتنجذب ولا لأ ليه المغناطيس ووضعها ايه في شدة المجال هنا بيقول لي هي مواد تنجذب بدرجة اقل من المواد الفيروم مغناطيسية وتتمغنط قليلا عندما توضع في اتجاه شدة المجال طيب ومعامل النفازية يكون معامل النفازية لها اكبر من الواحد صحيح يعني هو اكبر من الواحد صحيح بس بزي المواد الفيروم مغناطيسي كان معامل النفازية لها اكبر بكثير من الواحد صحيح والمواد الفيروم مغناطيسية كانت بتنجذب بشدة بقوة الى المغناطيس او يعني كان المغناطيس بيجذبها بقوة هنا بتنجذب اه للمغناطيس ولكن بضعجة أقل من المواد الفرو مغناطيسية بتتمغنط أيوة بتتمغنط ولكن قليلا إذا وضعت في اتجاه شدة المجال تمام زي مين الماغنيسيوم الألمونيوم المنجنيز وتسمى مواد متوسطة المغناطيسية تمام كده طيب تعالى نشوف النوع الثالث المواد الضايا مغناطيسية والمواد الضايا مغناطيسية هنا برضو هنتكلم من حيث الانجزاب والمجال وبتتمغنط ولا لا ومعامل النفاذية هي مواد أيوة تتنافر مع المغناطيس يعني بتنجذب للمغناطيس لا يا فندم احنا بنقول تتنافر يعني زي ما بنحط مغناطيسيين على بعض عمرهم ما هيجوا على بعض هيحصل تنافر ما بينهم يبقى هنا المواد الضايا مغناطيسية هي مواد تتنافر مع المغناطيس وتتمغنط قليلا إذا وضعت عكس اتجاه المجال لا صح كده ويكون معامل النفاذية ايه لها اقل من الواحد صحيح زي مين الزنك الزئبق الرصاص الكبريت النحاس الفضة يبقى انا اقدر من خلال افوا اقدر من خلال التلات تعريفات دول اقول انه اقدر اقارن بين التلات مواد يعني لو جالي سؤال يقول لي قارن بين انواع المواد من حيث المغناطيسية هو مش هيقول لي قارن بين البرة مغناطيسية والفرو مغناطيسية والده مغناطيسي ده بيسألني السؤال في سؤالين صح كده؟ بيسألني السؤال في سؤالين احنا لازم نركز مهم الشرط يقول لي اذكر انواعها في سؤال ويجي في سؤال يقول لي قارن ده هو هيقول لي ايه؟ قارن بين انواع المواد من حيث المغناطيسية يبقى انت هتقول له الانواع وتقارن بينهم يبقى الانواع هي ايه؟ نعمل جدول والجدول نقول ايه؟ انه المواد الفرو مغناطيسية المواد البرة مغناطيسية والمواد الدايا مغناطيسية وتبدأ تقارن منهم بين التلات مواد في المواد الفرو مغناطيسية المواد الفرو مغناطيسية كانت بتنجذب للمغناطيس بشدة طب المواد البرامغناطيسية المواد البرامغناطيسية كانت بتنجذب للمغناطيس ولكن بقوة أقل أو بشكل أقل من المواد الفرو مغناطيسية طب المواد الدايا مغناطيسية بتتنافر مع المغناطيس لا يجذبها المغناطيس المواد الفرو مغناطيسية كانت بتتمغنط إذا وضعت في اتجاه شدة المجال المغناطيسي صح كده؟ طيب المواد البارامغناطيسية برضو بتتمغنط إذا وضعت في شدة المجال المغناطيسي طيب المواد الضائمة مغناطيسية قال لي لا هنا ما بتتمغنطش صح كده؟ تتمغنت بشكل ضعيف مش زي البرامغناطيسي و dispersير البرامغناطيسي لو قررناه بين معامل النفازية معامل النفازية في المواد الفيرومغناطيسي كان أكثر من الواحد صحيح معامل النفازية في المواد elبرامغناطيسي كان أكثر مش بكثير هو اكبر من الواحد صحيح طيب المواد الدايام اغناطيسية كان اقل من الواحد صحيح تمام كده يبقى احنا عرفنا وتضرب له امثلة على كل مادة من دول تقول له ان هنا حديد وكوبالت وصلب في المواد الفروم اغناطيسية المواد البرام اغناطيسية كانت الماغنيسيوم والاليمونيوم والزانك عندي فيه المواد الضيا مغناطيسية تقدر بقى ترسله النحاس والكبريت والرصاص والفضة والزئبق تمام كده يبقى أنا قرنتله قلتله الأنواع للمواد وقرنتله بين الثلاث أنواع كمان طيب عايزين نتكلم عن منحنة المغناطة ومنحنة المغناطة هنا منحنة خاص بالمواد الثلاثة يعني ايه يعني المادة هتتمغنط امتى وتستغرق وقت قد ايه عشان تتمغنط وكمان علاقة شدة المجال بكسافة الفيض المغناطيسي منحنة المغناطة ده عبارة عن ايه قال لي أن منحنة المغناطة عبارة عن هو علاقة بين كسافة الفيض المغناطيسي نبص مع بعض كده هو علاقة بين كسافة الفيض المغناطيسي وشدة المجال تمام ده كده المنحنة أو العلاقة ما بينهم علاقة بين كسافة الفيد المغناطيسي وشدة المجال وهو يوضح خصائص المواد المغناطيسية بشكل عام وينقسم المنحنة إلى ثلاث أقسام الثلاث أقسام دول هنلاقي أنه في مرحلة للتشغيل أو للتشبع ومرحلة اللي هي اللي بنقول على ما يوصل لمرحلة التشبع المغناطيسي تعال معنا كده على الداتا هنرسم مع بعض المنحنة ده بحيث أنه نبقى فاهمين المنحنة ده بيتعمل إزاي والجزء ده عبارة عن إيه هنشتغله مع بعض هنا على الداتا قال لي أن المنحنة ده عبارة عن علاقة بين كسافة الفيد وشدة المجال المغناطيسي تمام كده؟ كسافة الفيد وشدة المجال المغناطيسي يعني هنا هنحط إيه؟ الـ H وهنا هنحط الـ B تمام؟ يعني نقدر نقول أن دي كده كسافة الفيد كسافة الفيد المغناطيسي وهنا نقدر نقول شدة المجال طبعا المجال المغناطيسي طبعا لأن فيه كلمة يا جماعة يعني الطلبة بتتلغبط فيها وبيختلفوا فيها اللي هي إيه؟ هل هي شدة مجال المغناطيسي ولا شدة مجال كهرابي؟ شدة المجال المغناطيسي هنا في الطيار والمواد والمعادن ولكن فيه شدة المجال الكهرابي دي بتبقى في إلكترونيات القوة وهتشوفوها إن شاء الله وانتوا بتدرسوا في الهندسة الكهربية والصف الثالث إن شاء الله في مادة إلكترونيات القوة طيب المنحنة هنا عبارة عن إيه؟ قال لي المنحنة هنا عبارة عن أو بيتكون من ثلاث مراحل للتشغيل والثلاث مراحل التشغيل دول قال لي إن فيه نقطة اسمها قدم المنحنة ونقطة تانية اسمها ركبة المنحنة تمام؟ لحد ما يوصل لمرحلة التشبع يعني إيه؟ يعني الجزء ده كده اسمه قدم المنحنة لحد ما يوصل لفوق ووصل لمرحلة التشبع النقطة دي كده النقطة دي معناها إيه؟ مرحلة التشبع تمام؟ بمعنى إيه الكلام ده يا شابت؟ بمعنى إن كل ما زودت في شدة المجال المغناطيسي تمام؟ كل ما كسفت الفرد مالها بتزيد معايا نلاحظ نفس الكلام اللي بنقوله ده كل ما زودنا شدة المجال المغناطيسي هنا كل ما زادت من كسافت وخطوط الفرد المغناطيسي طيب في خط منحنة أو خط مماس ييجي معايا من النقطة دي كده والخط ده بيوضح الجزء اللي هو بنسميه ركبة المنحنة هو سموه ركبة المنحنة علشان شبيه كده إيه؟ بالركبة وبنقول عليه ركبة المنحنة وركبة المنحنة دي عندها بيوصل المنحنة أو بتوصل المادة لمرحلة ونقطة التشبع بالمجال المغناطيسي تمام كده؟ طيب النقطة دي اسمها ألف تمام كده؟ طيب وعند ركبة المنحنة اسمها جيم علشان نبقى نتكلم فيه النقاط دي وهنا النقطة دي علشان وحنا بنتكلم فيها حنفهم مع بعض دلوقتي التلت مناطق دول هما عبارة عن إيه؟ التلت مناطق دول اسمهم قدم المنحنة النقطة هنا دي كده قدم المنحنة تمام كده؟ طيب قدم المنحنة دي وقلنا هنا اسمها ركبة إيه؟ المنحنة طيب والجزء الهنا اللي هو بقى خط مستقيم لو تلاحظ انه هو من بعد ما وصل لنقطة التشبع اللي هنا يا شباب من بعد ما وصل لنقطة التشبع اللي هنا ما أثرتش أي زيادة يعني لو تلاحظ هنا كده كان تزود يعني في الجزء ده كده لحد هنا لحد هنا كده كان أي زيادة في شدة المجال المغناطيسي بتزيد معايا فين في كسافة الفيض المغناطيسي صحي كده؟ طيب أمال النقطة دي من أول هنا للآخر قال لي لأ ده هنا بقى المرحلة دي اسمها نقطة التشبع بالمجال المغناطيسي ودي هتقابلك في الألات الكهربية وهتقابلك في شغل المولدات والمحركات ومنحنيات الخواص قال لي إيه؟ إن بعد النقطة دي اللي وصلتني لركبة المنحنة قال لي هي بداية منطقة التشبع ومرحلة التشبع قال لي إيبقى هي دي كده مرحلة التشبع طب يا مستر يعني دي بقى تخط كده ليه؟ قال لي لأن هي بعد ما وصلت لمرحلة التشبع هنا قال لي إيه؟ قال لي ما فيش يعني أي زيادة في شدة المجال المغناطيسي لا تؤثر على مين؟ على كسافة الفيض المغناطيسي ليه؟ لأن هي على المنحنة بقى تخط كده إيه؟ مستقيم زيادة هنا ما بتزودش هنا صح كده علشان كده سموها مرحلة التشبع طيب تعال نشوف التلات مناطق دول نشرحهم مع بعض على الشاشة بتاعتنا قال لي ايه قال لي التلات مناطق دول اسموهم قدم المنحنة وركبة المنحنة ومرحلة التشبع دول تلات مناطق على منحنة المغنطة او منحنة التمغنط دول بيمثلوا مراحل المرحلة لحد ما وصل لمرحلة التشبع بالمجال المغنطيس المادة دي مراحل تشبعها بالمجال المغنطيس تعال نشوف مع بعض كده المراحل دي اسمها ايه تاني ونقول كل واحدة نتكلم عن كل مرحلة العلاقة بتاعتها ايه التلات مناطق دول رقم واحد قدم المنحنة اتنين ركبة المنحنة تلاتة مرحلة التشبع ودول كتبناهم على المنحنة قدامنا واحنا بنرسمه ووضحنا اماكنهم طيب قدم المنحنة هي ايه قال لي هي في النقطة من وولي الف تمام كده وهي تمثل او يمثل معامل النفذية الابتدائي للمواد يعني معامل النفذية بتاعها كان لسه ما وصلش يعني ما خدش وضعه الطبيعي ما تمرنطتش بالشكل الطبيعي المناسب للمادة تمام؟ طيب ركبة المنحنة قال لي ركبة المنحنة في المنطقة من الف لجيم المنطقة ايه؟ من الف لجيم وهو يكون تقريبا خط مستقيم وهو معامل نفذية وقيمة عظمة عند النقطة جيم يعني لحد ما يوصل عند النقطة جيم اللي احنا كتبنا عليها ركبة المنحنة لحد ما يوصل عند النقطة جيم هو كده معامل النفذية بقى قيمة عظمة يعني وصل لأعلى قيمة في معامل النفاذية الخاص بيه طب مرحلة التشبع مرحلة التشبع هي ما بعد النقطة جيم وعند زيادة شدة المجال تظل كسفت الفيت ثابتة الكلام اللي احنا قرنا ده مش هو اللي احنا قلناه على المنحنة نرجع كده على الداة بتاعتنا ونشوف المنحنة ونطبق التلات جمل اللي قلناهم قال لي ايه قال لي ان المرحلة الاولى اللي هي قدم المنحنة قال لي من النقطة واو للنقطة ايه الف تمام كده من النقطة واو للنقطة الف اللي هما شوية دول كده تمام كده دول قال لي فيهم ايه بيكون معامل النفاذية الابتدائي يعني لسه ما وصلش ليه معامل النفاذية المناسب للمادة او لنوع المادة صح كده طيب ايه تاني قال لي النقطة التانية اللي هي ركبة المنحنة ركبة المنحنة المنطقة من الف لجين تمام كده قال لي ركبة المنحنة فين من النقطة الف للنقطة جين بتكون شبه ان هي تبقى خط مستقيم تكون شبه ان هي ايه خط مستقيم وفي الحالة دي بيكون معامل النفاذية عند قيمة العظمى تمام؟ وطالما يا شباب معامل النفاذية عند قيمة العظمى أو بقى على أعلى قيمة ليه معناها أنه خلاص المعدن ده أو المادة دي تشبعت بالمجال المغناطيسي طيب مرحلة التشبع قال لي مرحلة التشبع دي هي بعد النقطة جيم اللي هم المسافة دول كده مرحلة التشبع هي دي باللون الأزرق ودي باللون الأزرق تمام؟ قال لي هي من بعد النقطة جيم بتبقى بعد النقطة جيم دي معناها إيه؟ إنه لا تؤثر أي زيادة في شدة المجال المغناطيسي على كسافة الفرد وخطوط الفرد المغناطيسي تمام كده؟ أظن كده إيه؟ فهمنا التلات مناطق والتلات مراحل بتوع منحنة التماغنط ونقدر نشتغل عليه ونرسمه لأنه هيجي في الامتحان يقول لي اشرح بالرسم منحنة التماغنط فلازم إن أنا أكون يعني هنا السؤال يجي إزاي سبب؟ هنا يقول لي اشرح بالرسم منحنة التماغنط تمام كده؟ ده سؤال مهم بيتكرر في الامتحانات الخاصة بمادة الالتخامات الكهربية طيب عايزين كمان نشوف منحنة التخلف المغناطيسي طيب منحنة التخلف المغناطيسي نبص مع بعض هنا قال لي أن منحنة التخلف المغناطيسي هو علاقة بين شدة المجال المغناطيسي على المحور الأفقي وكسافة فيد المغناطيسي على المحور الرأسي تمام كده؟ نبص مع بعض على الشاشة بتاعتنا هنلاقي أنه برضو لما يجي يقول لي اشرح منحنة التخلف المغناطيسي تمام؟ هيقول لي أنه علاقة بين خلي بالك فيه فرق بين المنحنيين يعني المنحنة اللي احنا رسمناه دلوقتي كان منحنة التماغنط تمام؟ لكن المنحنة اللي هنتكلم عنه دلوقتي اللي هو منحنة التخلف المغناطيسي قال لي منحنة التخلف المغناطيسي ده عبارة عن ايه؟ هو علاقة بين شدة المجال المغناطيسي تمام كده؟ على المحور الأفقي وكسافة الفيض المغناطيسي على المحور الرأسي ورينا كده مستر المنحنة ونرسمه مع بعض برضه علشان نقول نقاط المنحنة عبارة عن إيه تمام؟ ده شكل المنحنة علاقة بين إيه يا شباب الـ H والـ B الـ H اللي هي قلنا شدة المجال المغناطيسي على المحور الأفقي H موجب و H سالب تمام؟ والـ B موجب و B سالب اللي هو كسافة الفيض المغناطيسي على المحور الرأسي تمام كده؟ طيب تعالى مع بعض كده نرسم المنحنة بتاع التخلف المغناطيسي ومنحنة التخلف المغناطيسي بيقول لي إنه علاقة بين شدة المجال المغناطيسي صحي كده؟ شدة المجال المغناطيسي وكسافة الفيض المغناطيسي هنا نبص على الداتة مع بعض علشان تتعلم نرسم المنحنة ومراحل المنحنة والتشبع في المنحنة قال لي علاقة بين شدة المجال على المحور الأفقي وكسافة الفيض المغناطيسي على المحور الرأسي يبقى هنا كده H بالموجب وهنا كده H سالب صحيح كده هنا في B بالسالب وهنا B موجب اللي هو كسافة الفيض المغناطيسي وشدة المجال المغناطيسي تمام كده طيب قال لي ايه تاني قال لي انه المنطقة المنطقة اللي هي وو ألف برضو هيبقى هنا عندي مناطق للمنحنة نركز عليها قال لي من وو ألف عند زيادة شدة المجال تزداد كسافة المجال أو كسافة الفيض تمام كده تزداد ايه كسافة الفيض يعني النقطة دي اسمها واو تمام كده يبقى انا عندي هنا من وو لألف عند زيادة شدة المجال نركز قوي في النقطة دي عشان افهم المنحنة هترسم ازاي عند زيادة شدة المجال ايه اللي هيحصل قلي انه تزداد بожноة تزداد الكسافة الفيض الميرنطيسة تمام كده اهو كده بزيادة شدة المجال تزداد كسافة الفيض الميرنطيسة والنقطة دي اسمها ايه ألف خد بالك النقطة دي وصل للنهاية تعتبر محالة ايه تشبع لا خد بالك هنا تخلف ميرنطيسة تمام طيب قال لي ايه تاني قال لي انه كسافة الفيض او شدة المجال لما بنقللها برضو بيقل كسافة الفيض تدريجيا تمام اللي هي الجزء اللي قدامنا ده كده لحد النقطة به تمام كده طيب ما هالنقطة به لازم تكمل كده على النقطة جين صح كده طيب وهنا قال لي ان في نقطة ميم هنا هي كده تمام كده شباب وهنا عندي النحية السالب بقى هنا كده هيستمر معايا في التخلف المغناطيسي الخاص بالمنحنة تمام كده يبقى انا عندي هنا الاتجاه بتاع الخطوط الفيض وخطوط المغناطيسي اهو لكن ده كان زيادة بتاعته كده ليه لان احنا قلنا ايه بزيادة شدة المجال بزيادة شدة المجال المغناطيسي تزداد مين كسافة الفيض المغناطيسي اهو الخط اللي جوة من النقطة الف للنقطة وو تمام كده دي النقطة مين ماشي تعالى نشوف هنا على المنحنة هنا بقى مراحل التشغيل بتاعته قال لي من النقطة واو للنقطة الف دول عبارة عن ايه يا فندم من النقطة واو للنقطة الف قال لي عند زيادة شدة المجال تمام تزداد مين كسفت الفيض خلاص كده طيب المرحلة التانية انا عندي بقى الف بي جيم واو مين صحي كده طب النقطة الف بي المنحنة او الخط المنحني المنكسر ده اه اه كان ازاي ما انا قللت وانا بارجع لورا كده يا شباب عندما تقل شدة المجال المغناطيسي اللي هي هنا بقى شدة المجال ده لما بنقلل بنرجع لورا كده ما بنقلل تقل كسفت الفيض تقل ايه كسفت الفيض بس ترجع للصفر لأ قال لي ولكن لا تصل الى الصفر تمام كده يبقى انا هنا قدرت اقول عند زيادة المجال شدة المجال ازدادت مين كسفت الفيض ده في النقطة الف واو اه اه الف واو تمام كده بيزداد شدة المجال بتزداد مين كسفت الفيض طب الخط اللي هو الف به الالف به ده قال لي ايه بقلة او عند قلة شدة المجال اهو راجع لورا هو وخلي بالك اتجاه الاسهم بيوضح لي الكلام ده عند قلة شدة المجال اللي يحصل تقل كسفت الفيض بس ترجع للصفر قال لي لأ ولكن لا تصل الى الصفر تمام طب النقطة اللي هي به واو به واو قال لي هي بقى ايه شوية دول كده قال لي دول هم مقدار يعني النقطة به واو هي مقدار هي مقدار هي مقدار التخلف المغناطيسي هم دول الشوية اللي احنا بندور عليهم بقى تمام كده اللي هم المسافة اللي هنا دي دي كده اللي احنا عملناها بالازرق دي هي قيمة مين من النقطة به للنقطة واو هي قيمة التخلف المغناطيسي طيب امال النقطة واو جيم يبقى النقطة واو جيم عبارة عن ايه مش النقطة دي كانت شدة المجال من يعني الف لو واو واللي هي النقطة مين واو كده كانت شدة المجال يعني شوية دول مش كانوا شدة المجال اللي هم ميم واو قال اه طب يعني نقدر نقول ان ميم واو دي شدة المجال بالموجب يبقى على طول واو جيم هي يمين شدة المجال بالسالب تمام كده يا شباب يبقى قدرنا من خلال المنحنة نقدر نطلع المراحل التشغيل لحد ما وصلنا لمرحلة التخلف المغناطيسي وكلمة التخلف مغناطيسي هي فقد مجال يا جماعة فقد مجال مغناطيسي تمام يبقى في سؤال يجي على الجزء ده يا مستر ايوة يقول لي ايه السؤالة هو اشرح او وضح بالرسم ها تمام كده منحنة التخلف المغناطيسي تمام كده يبقى انا شرحت المنحنة رسمته وقلت مراحل التشغيل تعال بسرعة على شاشة بتاعتنا نقرأ المراحل دي علشان نبقى مركزين فيها قال لي ايه قال لي ان النقطة واو الف او من النقطة الف للنقطة واو هنا بيقول لي ايه في المرحلة دي او في المسافة دي بزيادة شدة المجال تزداد كسافة مين الفرد المغناطيسي وده شفناه على المنحنة طيب النقطة الف به قال لي في النقطة الف به عندما تقل شدة المجال تقل كسافة الفرد ولكن لا تصل الى الصفر تمام كده طيب النقطة به واو قال لي هي مقدار التخلف المغناطيسي وهو ده الجزء اللي احنا بندور عليه في المنحنة تمام كده واو جيم هي شدة المجال بالسالب وطبعا احنا على الرسم على الورقة قلنا ان مين جيم هي شدة المجال بالموجب طيب انواع المواد المغناطيسية من حيث نوع المادة تمام قال لي ان انواع المواد المغناطيسية من حيث نوع المادة عندي مواد مغناطيسية لينة ومواد مغناطيسية صلبة تمام كده يبقى نشوف المواد المغناطيسية اللينة هي ايه اللي هي مواد تستخدم عندما يستخدم مجال مغناطيسي متغير بانتظام وهي لها القدرة على عكس المغناطيسية بسهولة تمام كده دي المواد المغناطيسية اللينة طيب خواص المواد المغناطيسية اللينة الخواص هنا بيقول لي رقم 1 قلة المغناطيسية المتبقية يعني ما بتتشبعش قوي يعني هي بتتشبع بالمجال ولكن ما بيتبقاش فيها مغناطيسية يعني ما بيبقاش فيها مغناطيسية متبقية بشكل كبير وده ما ينفعنيش في بعض الألات الكهربية زي المحركات التوافقية مثلا أو المولدات التوافقية وطرق التغذية بتاعتها اللي هتخدها في الصف الثالث إن شاء الله رقم اثنين قلة قوة الإجبار وقوة الإجبار هنا اللي هي بتجبرها إن هي تتمغنط أو تجبر المادة إنها تكون قابلة للتمغنط ثلاثة لديها القدرة على عكس المغناطيسية بسهولة يبقى دي خواص المواد المغناطيسية الليينة طيب استخدامات المواد الليينة وهنا بيقول لي إن المواد الليينة أو الاستخدامات بتاعة المواد المغناطيسية الليينة عندي رقم واحد أو إن المواد المغناطيسية الليينة تستخدم في أو السبائك المواد المغناطيسية الليينة تستخدم في صناعة صلب المحولات صناعة صلب المحولات والآلات الكهربية وأجهزة القياس الكهربية والمكبرات المغناطيسية يعني ده اللي قلت يا مستر في المقدمة أيوة لان انا قلتلك في المقدمة قلتلك انه المواد اللينة والصلب المولدات والصلب العدة السيليكوني ده بيستخدم في صناعة المحولات والالات الكهربية واجهزة القياس الكهربية والمكبرات المغناطيسية اللي هي قلنا عليها القلب الحديدي رقائق الصلب السيليكوني اللي بتشكل المحول تشكل القلب الحديدي للمحول القلب الحديدي لملف جهاز القياس القلب الحديدي للمولدات اللي هي وقائق السلب السيليكوني العضو السابت والعدو الدائر في المولدات والمحركات الكهربية تمام؟ يبقى دي استخدامات المواد المغناطيسية اللينة عندي كمان المواد المغناطيسية الصلبة والمواد المغناطيسية الصلبة عندي بيقول لي هي مواد تتميز بأنها تستطيع الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من مرناطيسياته لمدة طويلة لأنها تعمل أصلا كمرناطيسيات دائمة يعني أصلا المواد المرناطيسية الصلبة هي مواد أساسا بتشتغل كمرناطيسيات أو مرناطيس دائم وده برضو هتلاقيه في بعض أجهزة القياس اللي هو المرناطيس الدائم في أجهزة القياس وحزاء الفرس في أجهزة القياس المعادن المستخدمة في تكوين سبائك مرناطيسية صلبة المعادن دي عندي كم معدن ونقدر نشكلهم إزاي قال لي ممكن نعمل سبيكة بين الألمونيوم والنيكل فيديني مادة مرناطيسية صلبة ممكن نعمل سبيكة من الألمونيوم زائد الحديد يديني مادة مرناطيسية صلبة أو سبيكة مرناطيسية صلبة كمان أقدر أعمل الكوبالت والفانديوم اقدر اعمل سبيكة من الاتنين يديني سبيكة مغناطيسية صلبة برضو تمام كده طيب جدول يوضح خواص المواد المغناطيسية الصلبة وده جدول للاضاحة بحيث انه تبقى عارف المادة المغناطيسية وقيمة الفيض بتاعها قيمة الفيض المغناطيسي هيبقى قد ايه وشدة المجال لقوة الاجبار هتبقى ايه قال لي هنا هنبدأ نقارن بين او مش مقارنة بقى نقول الالمونيوم زائد النكل او سبيكة الالمونيوم والنيكل لو ضفناهم وعملناهم سبيكة مع بعض قيمة الفيض المغناطيسي بتاعها هيبقى قد ايه اللي بيتراوح ما بين 6 من 10 تسلة الى 8 من 10 تسلة تمام كده طيب وقوة الاكبار بتاعتها قوة الاكبار بتاعتها دي بالكيلو امبير لكل ايه متر تمام يبقى انا عندي 25 الى 70 كيلو امبير لكل ايه متر طيب يبقى انا عندي تاني الالمونيوم زائد النكل زائد الكوبالت ده قيمة الفيض المغناطيسي بتتراوح من كام لكام قال لي بتتراوح من 5 من 10 الى 1 و 2 من 10 وشدة المجال لقوة الاكبار 35 الى 90 تمام طيب الفريت البريوم واكسيد الحديد دول مادتين برضو نقدر نعمل منهم سبائك قال لي انه قيمة الفيض المغناطيسي خلي بالك احنا لما بنقول قيمة الفيض المغناطيسي اللي هي المغناطيسية المتبقية في الحديد بتاعها او في السبيكة 2 من 10 الى 4 من 10 تسلا وشدة المجال لقوة الاكبار دي من 20 ل 350 كيلو امبير لكل ايه متر طيب نشوف معانا ايه تاني خواص المواد المغناطيسية الصلبة وخواص المواد المغناطيسية الصلبة قال لي رقم واحد زيادة المغناطيسية المتبقية زيادة المغناطيسية المتبقية رقم اتنين زيادة قوة الاكبار رقم تلاتة تستخدم كمغناطيس دائم ماشي كده؟ طيب استخدامات المواد المغناطيسية بتستخدم في ايه؟ ايوة في صنوعة اجهزة التحكم واجهزة الوقاية واجهزة القياس يعني زي ما احنا قلنا القلب الحديدي اللي بيبقى عليه ملفات والمغناطيس الدائم اللي بيبقى فيه اجهزة القياس تمام؟ طيب في صنوعة اجهزة الفرامل الكهربية اللي هي الفرامل الكهربية الاسنسيرات والالات الكهربية اللي بتحتاج فرامل رقم تلاتة في صناعة المولدات والمحركات الكهربية طيب في صناعة اجهزة التليفون والراديو والتلفزيون يبقى دي استخدمات المواد المغناطيسية الصلبة طيب كده احنا اتكلمنا عن المواد المغناطيسية وانواعها او انواع المواد من حيث المغناطيسية ومن حيث نوع المادة ثالث حاجة معي سبائك المواد المغناطيسية المتوسطة نقولها سريعا عندي بقول لي هي مواد المغناطيسية تقع بين المواد المغناطيسية الليينة والمواد المغناطيسية الصلبة من حيث الخواص او ان هي سبائك تجمع ما بين السبائك المغناطيسية والغير مغناطيسية وهي تستخدم في صناعة اجهزة التحكم مثل الفريتات وعندي الفريتات بتنقسم الى جزئين ايه هي الفريتات الاول عبارة عن مواد معدنية تصنع من مخلوط اكسيد الحديد مع مخلوط لمعادن اخرى زي مين اكسيد المنجنيز والنيكل والزنك طيب التصنيع بتاعها قال لي ان تصنيع الفريتات يتم خلط هذه الاكسيد مع بعضها ثم تضحن وتغسل ثم تجف وتجبس على هيئة اوالب ثم تحمص في القوالب ثم تشكل بعد اضافة مادة لاسقة وتحمص تدريجيا عند درجات حرارة عالية طب انواع الفريتات ايه قال لي اخر حاجة نقولها الفريتات اللينة سهلة التماغنط وعندي كمان فريتات سلدة صعبة التماغنط بكده نكون انهينا حلقتنا النهاردة انتهى وقتنا معاكم تمنياتي لكم جميعا بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة